اشتركوا في القناة بخصوص هذا الشهر الفضيل لا بد من الحديث عن مقاصد الصيام والمقدمة التي ننطرق منها أي أن الله تعالى عندما خلق الخلق خلقهم لغاية ولهدف نبيل ألا وهو تحقيق مفهوم العبودية على وجه هذه البسيطة وهذه العبادات التي افترض الله علينا هي كثية ومنوعة فهناك الصلاة وهناك الصيام وهناك الحج وهناك الزكاة وما إلى ذلك من العبادات والأصل الذي ننطرق منه هو أن الله تعالى عندما افترض علينا هذه العبادات في إطاع المستوى الأول للمتتال والابتداء والامتحان لتمييز الصالح من الطالح ثم المستوى الثاني هو التدوق والتلدد بتلك العبادة لكي نجسد تلك غؤية التي جسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي كان يقول لبلال رضي الله عنه أيحنا ذهاي بلال وجعلت قوقة عيني في الصلاة فلابد لمسلم أن يتلدد بهذه العبادة ومن تلك العبادة الصيام ثم المستوى الثالث هو تفعيل هذه العبادة لتكون وسيلة من وسائل التنمية بعد أن كانت وسيلة من وسائل التنسقية وغرض العبادة بالمعاملة وهذا هو الشق الأهم فلأساس أن الله تعالى غني عن صلاتنا وغني عن صيامنا وغني عن حجنا وغني عن كل هذه العبادات ولكن المستفيد الوحيد من هذه العبادة هو الإنسان وهناك مقدمة ينطلق منها العلماء ويقولون أن الأصل في العبادة التعبد أي التوقيف لكن هذه القائدة لا بد أن ننضع إليها من زاوية أخرى فالأصل في العبادة التعبد من حيث الهيئات والكيفيات والشغط وما إلى ذلك والمقاضي الشعية والأنصبة لكن هناك الالتفات إلى المعاني فما من عبادة عبادة إلا وفيها النظر إلى المقصد وإلى الغاية وإلى الهدف لأن معيفة المقصد تسهل على الإنسان إدراك تلك العبادة والتلدد بتلك العبادة وتزيل الكلل وتسدد العمل فمقصد الصيام هو حصول التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين مقبلكم لعلكم تتقون فالغاية من الصيام هو حصول التقوى وكما قال الإمام الغزالي فهناك صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص فصوم العوام عن الأكل والشرب وصوم الخواص الصوم عن الأكل والشرب والتقرب إلى الله وصوم خواص الخواص هو أن تكون ذات بعمتها صائمة أن تكون العين صائمة بأن لا تنظر إلى ما حرم الله وأن تصعى في سبيل الله وأن تحيي الليالي في سبيل الله وآل يد أن تكون صائمة بأن لا تمتد إلى ما حرم الله من رشوات أو سائقة أو إشارة إلى أخ بسوء وعلى الرجل أن تكون عابدة بكترة الخطى إلى المساجد وإصلاح ذات البيل وكذلك لإحياء الغاحب وما إلى ذلك فمن مقصد الأسماء للصيام هو تحقيق التقوى فكل من صام ووصل إلى هذا المقام فقد استفاد من صيامه فهو بصائم ليس له من صيامه إلا الجول ولذلك فمعيفة المقاصد تسدد العمل أي تسدد العمل وهو صيام وتزيل الكلل تجعل هذا الإنسان يجتهد في تحقيق المقاصد الشائية التي هي الغايات والمغام والأهداف التي من أجلها شويع الصيام وفي ختام هذه الكلمة نقول أدخل الله علينا هذا الشهر وجعله فاتحة خيه علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى أمتنا المغيبية وحافظ بلادنا من كل شغل ومن كل سوء اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ضهى منها وما بطن واحفظ مولانا أمير المؤمنين وكله السند والضاهي والحامية والواقية والمجيه واحفظه في ولي أديه وحمنا وحم والدينا وحم جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والموات سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام عن الموصدين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر